الشخصية الحدية كثير منكم بالتعليقات سألني عن هذا الموضوع فحبيت أعمل فيديو كامل عن الشخصية الحدية عشان يكون عندنا علم كامل وفكرة كاملة عن أنواع الشخصيات الموجودة بحياتنا معاكم خليل يوسف بهذا الفيديو راح أحكي لكم عن شو هو الطراب الشخصية الحدية والعلامات اللي بتدل على أنه الشخص مصاب بالطراب الشخصية الحدية والعلاج لهاي الشخصية وقبلنا نبلش بتمنى أنك تعطيني لايك وسبسيكرايب القناة وتفعل كمان زر الجرس وحاليا خلينا نبلش بالبداية شو يعني الطراب الشخصية الحدية الطراب الشخصية الحدية هو مرض عقلي بتطور في فترة المراهقة وبتميز المصابين بهذا المرض بعدم استقرار العاطفي والسلوك المندفع وكمان التشوه الصورة الذاتية للفرق وكمان عدم الاستقرار بالعلاقات وحسب المعهد الوطن الأمريكي نسبة المصابين بهذا الاضطراب 1.6% لحد الآن ما في سبب دقيق لهذا الاضطراب لكن في عدة عوامل بتأدي لاضطراب الشخصية الحدية أو بتأثر لوجود هذا الاضطراب عند الشخص واللي هي عوامل بيئية ووراثية وكمان خلل في هرمون السيروتونين هرمون السيروتونين للي ما بيعرفه هو الهرمون المسؤول عن السعادة وأكثر الأشخاص اللي ممكن تتعرض لهذا الاضطراب الاضطراب الشخصية الحدية اللي عانوا منهم وصغار بعدم السقرار في البيت تبعهم ممكن يكون فيه مشاكل عائلية أو الأب والأم منفصلين عن بعض أو ممكن حدا يكون بالعيلة مصاب بالاضطراب الشخصية الحدية أو ممكن الشخص يكون يتعرض لإيذاء عاطفي وهو صغير ممكن تنمر أو حتى تحرد جنسي وحاليا وصلنا للعلامات والأعراض اللي بتميز هاي الشخصية الحدية أول علامة واللي هو إنه بخاف من الهجران وإنه حدا يتركه حتى ممكن يقعد يترجى بالشخص إنه لا لا تتركني لحالي أنا بموت أو حتى ممكن يحاول ينتحر أو يأذي حاله عشان الشخص ما يتخلى عنه ثاني علامة اللي هو عنده نمط بالعلاقات غير مصقر مرة بتلاقيه بيحبك موت وبمجدك وبرفعك وبخليك إنه أنت شخص ما في منك ومرة بتلاقيه إنه ما بيعرفك وممكن كمان يهملك ويحسسك إنه أنت شخص ما بتسوى أي شي أما بالنسبة لثالث علامة فهو عنده شخصية أبدا مش مستقرة مرة بتلاقيه شخصيته قوية كثير ومرة بتلاقي شخصيته ضعيفة وحتى غير هيك بتلاقيه دايما مزاجي مرة بتلاقيه مبسوط مرة حزين يعني ما في مزاج معين بيقدر يمشي عليه ممكن المزاج يتغير كل ثلاث ساعات أو كل فترة وفترة كل أسبوع بتلاقي عنده مزاج وحالة نفسية شكية رابع علامة بتدل على إنه الشخص مصاب بالطراب الشخصية الحدية اللي هو دايما بتلاقيه بتصرف باندفاعية وممكن كمان يدمر حاله من ورا هذا الإشي ممكن يأسرع بالسيارة كثير ممكن يتعاطى مخدرات أو حتى ممكن تلاقيه بصرف مصاريه على أشياء فاضية ممكن إنه حالته المزاجية كثير سيئة عشان هيك بروح بيأخذ الفلوس سبعته بروح بيشتري فيها ما هبأ ودب قدام به كل إشي بحطه بسلت هالمشتريات هامس علامة بتدل على إنه الشخص مصاب بالطراب الشخصية الحدية اللي هو عنده تاريخ بالسلوك الانتحاري وتشويه الذات ممكن تلاقيه مرة بيوم الأيام من زمان حاول ينتحر ممكن حاول بدناش نحكي طرق الانتحار حاول ينتحر عشان شخص بده يتركه أو أجبر على إنه يفوت تخصص بالجامعة ما بده إياه فراح أخذ شريط كامل من الدواء عشان يتخلص من هذا الإشي أما بالنسبة للسادس إشي بتميز فيه الشخص المصاب بالطراب الشخصية الحدية عنده شعور بالفراغ بشكل قاتل يعني بتلاقي حاله إنه يومه ما فيه أشياء مهمة بالنسبة لإله وعنده فراغ بشكل كبير وهذا الإشي اللي بيخليه يعمل أشياء اندفاعية مثل إنه يسوق بتهور أو حتى يدخل بمشاكل جسدية مثل الضرب أما بالنسبة للعلامة السابعة فهو عنده صعوبة بالتحكم بالغضب تبعه ممكن تلاقيه سايق السيارة واحد يعني لز عليه إجا يعني في طريقه ممكن يعصب ويطلع من السيارة وأنت يلعنك ويقعد يسب وينزل كمان من السيارة ويضرب الشخص وللأسف ممكن يئذي حاله لأنه ممكن يفوت بمشاكل مع ناس أشخاص كثير سيئة وهو يتعرض للأذى أما بالنسبة للعلامة الثانية فهو أحيانا بيحس بجنون العظمة وأحيانا بيحس كمان بالانفصال يعني بيكون عقله مفصول عن عواطفه والجسد تبعه وهيك بكون حكيت لكم العلامات والأعراض اللي بتدل على أنه الشخص مصاب بالاضطراب الشخصية الحدية ولازم يكون على الأقل خمس أعراض موجودة عند الشخص عشان نقدر انشخصه بأنه مصاب بهذا الاضطراب وبالنسبة لعلاج الشخصية الحدية فهناك أكثر من طريقة وأهمها أنه يراجع المعالج النفسي الطبيب النفسي هو اللي راح يقدر يساعده وممكن كمان ياخد أدوية لكن الأدوية هاي بتخفف الأعراض ما بتعالج هذا الاضطراب فلازم دايما نكون متواصل مع المعالج النفسي عشان يشوف السلوك اللي عنده وفيه كمان دراسات بتحكي أنه هناك علاج بديل واللي هو أنه يتناول الأحماض الدهنية الأوميغا 3 لأنه بتخفف من أعراض الاكتئاب وبصراحة هاي معلومة عجبتني كثير وفعلا طلع الحمض الدهني أوميغا 3 إله كثير فوائد يعني فوائد وصلت لتحسين المزاج وتقلل نسبة الاكتئاب الموجودة عند الشخص فضروري أنك تأخذ الحمض الدهني اللي هو أوميغا 3 طبعا اضطراب الشخصي الحدي إذا ما تعالج راح يكون له مضاعفات كثيرة مثل القلق والاكتئاب ممكن يتعرض لحوادث سيارة ممكن يسوي مشاكل بشغله ببيته ممكن كمان يتعرض لتعنيف من قبل الآخرين يعني وممكن حدا يعتدي عليه جنسيا أو ماديا أو حتى بالضرب وممكن يفوت مشاكل كمان يعني هو بغنى عنها وزي ما حد شرحت لكم بالنقاط والعلامات اللي بدل على أنه الشخص مصاب بالطراب الشخصي الحدي وغير هيك فرصه بالانتحار راح تزيد وفرص أنه يصاب بالأمراض المنقولة جنسيا كمان بنسبة عالية لأنه هو يشعر بالفراغ فراح يحاول يملي وقت الفراغ بأي شي حتى لو كان سيئ بالنسبة له يعني بالمقتصر للأسف الطراب الشخصي الحدي يعتبر خطير حتى على نفس الشخص للأسف فبتمنى أنكم أنتوا تكونوا دائما بخير وكمان بتمنى أنه هاي الشخصيات تتعافى الله يشفيها يا رب وإذا أنت كنت عندك هاي العلامات موجودة عندك وحاس أنه أنت مصاب بهذا الطراب فالأفضل أنك تطلب مساعدة مقتص نفسي وإن شاء الله هو راح يفيدك كنت معاكم خليل يوسف باتمنى أنكم استفدتوا من الفيديو وعرفتوا نوع شخصية جديد موجودة بحياتنا وباتمنى منكم أنكم تضلكم دعميننا للقناة وتدعمونا كمان بالزيادة عشان نقدر نوصلكم معلومات جديدة عن علم النفس وعن أنواع الشخصيات والعلاقات الموجودة بحياتنا وإن شاء الله بنشوفكم فيديو جديد وسلام